أعزائي نواصل دراستنا من سفر الرؤية أنا موجود في بلد إزمير إزمير في تركيا تعتبر أكبر ثالث بلد في تركيا عند ضفاف بحر جية من الجهة المقابلة يقال أن هناك كانت إزميرنا القديمة إزمير طبعا فيها ميناء كبير للصادرات أو تعتبر أكبر ميناء صادرات بتصدر من هذا المكان طبعا هي مدينة قديمة وعريقة عمرها خمس تلاف سنة وهي البلد الوحيدة أو المدينة الوحيدة التي ذكرت في سفر رؤية مازال فيها حياة فتعتبر بلد كبيرة وأيضا يوجد مسيحيون قلائل في هذه البلدة في كنيسة كاتوليكية كنيسة أرتوكسية يونانية وكنيسة أنجليكانية طبعا اسميرنا مشهورة في الكنائس السابعة في أيام يحنى الرسول واحد من تلميذ يحنى القديس بوليكاربوس استشهد في هذه المدينة أعزائي رح نواصل دراستنا من سفر الرؤية في أماكن أخرى أعزائي من مدينة أفسوس القديمة نواصل دراستنا في سفر الرؤية حديث الرب لكنيسة اسميرنا مثل ما ذكرت في المقدمة من إزمير إزمير هي تعتبر تالت أكبر مدينة في تركيا الحديثة وهي المدينة الحية الباقية إلى هذا اليوم عدا عن كل الكنائس أو المناطق الأخرى كما ترون أكوام من الحجارة أو أماكن أثرية أو تاريخية لكن بتحذرنا وبتذكرنا عن الماضي الرب يسوع بيتكلم لكنيسة اسميرنا بعرف عن نفسه هويته في البداية يقول هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش فبعرف عن نفسه كما عرف عن نفسه في الإصحاح الأول يقول أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني الأول والآخر عبارة في غاية الأهمية مثل ما ذكرت وأذكر مرة أخرى هذه العبارات موجودة في العهد القديم عندما تدرس العهد القديم تكتشف الله يتكلم عن نفسه أنه هو الأول والآخر لكن الإضافة في هذا المكان رب يسوع بيتكلم رسالة تشجيع لكنيسة اسميرنا الكنيسة المتألمة الكنيسة المضطهضة يقول لهذه الكنيسة الذي كان ميتا فعاش في حياة بعد الموت لكن يقول لهذه الكنيسة أنا عارف أعمالك حاسس معك أنا شاعر معك أنا عارف أعمالك ضيقتك وفقرك مع أنك غني يعني بالواقع يمكن داخلياً هن غير مدركين أنهم أغنياء في الإيمان وأغنياء وممتلئين في الروح القدس مع أن منطقة اسميرنا تختلف عن المدن الأخرى كانت بلدة فقيرة وبالتحديد المسيحيين المؤمنين كانوا فقراء جداً لأن في تلك الأيام الناس ما كانت تعطيهم أشغال كان في إضطهاد عليهم وضيقات وظروف صعبة جداً واجهوها منعوا عن الشغل وتحرموا من كتير أشياء فالنتيجة كانت كنيسة فقيرة لكن فقيرة مادياً أو بالممتلكات لكنها غنية ومليانة بالروح أيضاً الرب بيتكلم للكنيسة المتألمة أنه في أحداث رهيبة لكن لوقت قصير وهذه الأحداث بيتكلم عنه رح يكون في تجربة صعبة رح يكون في ألام رح يكون في إضطهاد يسميها ضيق عشر أيام هذا الحدث الرهيب لكن تمكث لمدة قصيرة فترة قصيرة ضيق عشرة أيام لا ندرك الفكرة بالتحديد لكن دعوني أذكرك أنه الرسول يحن لما بيتكلم بيتكلم إلى الكنيسة المعاصرة في أيامه يعني الناس عارفة عن الأحداث وإيش اللي بيصير في الأيام لكن من ناحية أخرى بينظر نظرة نبوية لآخر الأيام عما سيحدث للكنيسة في المستقبل عشر أيام لا نعرف بالتحديد البعض فسرها أنه يمكن فترة العشر الإمبراطوريات أو القياسرة أو الأباطرة في الرومان اللي كانوا سبب اضطهاد فضيع وشنيع لا أعرف لكن كل ما أدركه الرب يقول مهما كان الضيق أو الألام أو الاضطهاد فهو لفترة قصيرة جدا مثلاً أعطي متأمثلة في سفر التكوين إصحاح 24 في آية 55 بيتكلم عن إصحاق لما راح لعازر الدمشق على أرام وشاف رفقة حتى تكون زوجة إصحاق مكث عشر أيام أو مكتوب أيام وعشرة عشر أيام يعني فترة زمنية بعدين اضطر أنه يمشي في سفر أعمال رسل إصحاح 24 بيتكلم الكتاب المقدس عن الوالي أو الحاكم الروماني فيستوس لما جاءوا اليهود أرادوا أن يستعرضوا المشكلة مشكلة بولوس وسبب القبض عليه كان في أورشالين مكث عشر أيام ثم راجع إلى قصاريا عشر أيام تتحدث عن فترة زمنية معينة اللي راح يكون فيها الحدث في سفر رؤية بيتكلم عن عشر أيام راح يواجه عذاب راح يواجه اضطهاد ورح يواجه ضيق لكن هذا الضيق والاضطهاد ولربما يسبب لهم الموت فالمسيح يشجعهم يقول الذي كان ميتا فعاش بشجعهم على الحياة أنهم يعني سوف يحيوا مع المسيح أيضا في الحياة الأبدية عزيزي سأواصل حديثي بعد قليل من مدينة أفسوس القديمة نواصل حديثنا عن رسالة يسوع المسيح إلى كنيسة سميرنا سميرنا كانت مصابة أيضا بالفقر بسبب الاضطهاد كما ذكرت من قبل لكنها كانت غنية بالإيمان وممتلئة بالروح القدس بغض النظر عما سيحدث من اضطهاد أو آلام لهذه الكنيسة بالواقع على النقيد بالعكس عن كنيسة اللاوديكيين بالمقارنة مع كنيسة اللاوديكيين اللي كانت تدعي لأنك تقول إني أنا غني وبالواقع الله يقول عن كنيسة اللاوديكيين أنك أنت الفقير والبائس والعريان لكن بالنسبة لكنيسة سميرنا كانت تظن أنها فقيرة أو بالأحرية فقيرة ماديا وبالممتلكات لكنها غنية بالإيمان وغنية بالروح القدس هذه الكنيسة تألمت للأسف على يد جماعة يدعون تدعي أنهم يهود وليسوا يهودا يسميهم الرسول يحنى بل هم مجمع الشيطان هذه الجماعة بكل بساطة كان لها سلطة في المدينة لأنه اليهود كان عندهم حرية دينية في أيام الرومان ومعظم المؤمنين كانوا من خلف يهودية فالنتيجة أنه أثاروا التحريض والاضطهاد ضد جماعة المؤمنين المسيحيين المؤمنين بيسوع المسيح تألموا على يد هذه الجماعة الذي تدعي أنهم يهود لكن الرسول يحنى يقول هم ليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان طبعا يهود لربما كشعب أو كأمة وديانة لكنهم ليسوا يهودا بالإيمان أو روحيين كما يقول الكتاب المقدس في إنجيل يحنى الإصحاح الثامن آية وحد وثلاثين الرب يسوع يقول للكنيسة أو للمؤمنين اللي آمنوا بيسوع من اليهود إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلميذي هم بيتكلم لليهود للذين آمنوا لكن لاحظ معي عزيزي في نفس الإصحاح في آية 47 ثم يقول الذي من الله يسمع كلام الله لأنكم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله ثم يقول أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدوا أن تعملوا ما هي شهوات إبليس يقول عن الكتاب المقدس كان ذاك قتالا منذ البدء هو الكذاب وأبو الكذاب الذي يثير الشكاية والفتن والإدعاءات ضد المؤمنين فالهوية ما تغيرت وحتى هذه الجماعة يسميهم مجمع الشيطان لأنهم كانوا يهود وهم ليسوا يهود ذاك كان قتالا منذ البدء في رسالة روميا الإصحاح الثاني آية 28 و29 بيتكلم عن اليهود الذي هو في الخفاء وختان القلب والروح أي من الله الذي نعبد الله بالروح في فليب إصحاح 3 آية 3 هذا هو اليهود الحقيقي هذه الجماعة بسبب التحريض والشكاية البعض سيُلقى بالسجن وفي عشرة أيام يواجه ضيق واضطهاد شديد أعزائي سأعود بعد قليل أعزائي من مدينة أفسوس نواصل دراستنا في سفر الرؤية رسالة الرب إلى كنيسة سميرنا سميرنا كانت مدينة عظيمة لها ميناء عظيم على بحر جية وجاء منها أيضا هوميروس الشاعر اليوناني والفيلسوف أيضا لكتب ملحمة الإليادة والأوديسا رغم غنى هذه المدينة لكن المؤمنين كانوا فقراء وبمروا في ظروف صعبة بالواقع واحد من الشهداء في هذه المدينة القديس بولي كاربوس رسول أو تلميذ يحنى الرسول استشهد في سنة 155 ميلادي هؤلاء المؤمنين اضطهدوا في سميرنا بكل بساطة لأنهم رفضوا أن يقولوا قيصر هو الرب يعني لم يساوموا أو يتهادنوا أو يتساهلوا في الحق بل كانوا متمسكين في الرب من أجل هذا كان تشجيع الرب لهم الذي كان ميتا فعاش واجهوا الحرمان واجهوا الفقر واجهوا الألام وواجهوا الاضطهاد وواجهوا أيضا الرفض ترفض أنك تقول القيصر هو الرب يعني الحرمان عدم الشغل أو العمل والفقر لكن الكتاب المقدس يتكلم عن المؤمنين كفقراء ونحن نغني كثرين بالواقع هذه صفة الرب يسوع المسيح مكتوب عنه افتقر لكي تستغنوا أنتم بفقره أو كما قال الرسول يعقوب أما اختار الله فقراء العالم أغنياء وورثة في الإيمان هذا هو عمل الله لكن ماذا كان وعد المسيح إلى هذه الكنيسة كنيسة سميرنا قال لهم كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة اتحملت صبرت الاضطهاد والألام لكن أقول لكم اصبر أكتر كن أمينا كن مخلص في إيمانك إلى آخر لحظة والنتيجة فسأعطيك إكليل الحياة أي إكليل الانتصار وهذه الكلمة من اللغة الأصلية استيفانوس تعني الإكليل اللي بياخده أو بيحصل عليه بسبب انتصار معين كحاكم روماني مثلا يحكم وهذا الحاكم أيضا بيحكم بلده بعدل أو بقوة فبيخد جائزة إكليل هو عبارة عن نوع من الأخصان اللي بيحطوه على الرأس والرسول بولوس أيضا يتكلم عن هذا الإكليل للرياضة في رسالته إلى أهل كورونتوس الأولى إصحاح 9 آية 24 بيتكلم عن إكليل لكن هذا الإكليل إكليل يفنى أما المؤمن اللي بينجح واللي بينتصر بيأخذ إكليل لا يفنى كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة ثم يقول عبارة أخرى ولا يؤذيه الموت الثاني الموت الثاني هنا يعني بحيرة النار كما موجود في رؤية الإصحاح 21 آية 8 هذا يعني موت أبدي أو كما يقول الكتاب المقدس هؤلاء ليس للموت الثاني سلطانا عليهم في سفر الرؤية إصحاح 20 إخوتي وأخواتي هؤلاء المؤمنين واجهوا الاضطهاد كانت كنيسة متألمة وواجهت شتى العذبات والاضطهادات ولم تنكر اسم المسيح بيتكلم معهم يسوع أنه كما مات وعاش هم أيضا سيحيون مع يسوع المسيح ولا يؤذيهم الموت الثاني أو بحيرة النار ماذا عنك هل تنكر اسم المسيح أم هل أنت أمين في إيمانك مع شخص المسيح نعم في بركة في هذه الأيام من خلال الكرازة والبشارة لكن في ألام وفي اضطهاد في أماكن كثيرة اصبر كن أمينا إلى الموت والرب رح يكللك بهذا الإكليل المجيد الذي لا يفنى أعزائي سأعود بعد قليل أعزائي من وادي هار ماجدون واصل حديثي وتعليمي عن رسالة الرب إلى كنيسة سمرنا أنا موجود بجانب هذا الوادي العظيم وادي هار ماجدون حدثت معارك كثيرة في الماضي لكن المعركة الأخيرة اللي رح تكون الرب مع ضد الشيطان والوحش والنبي الكذاب ومعركة مع شعوب كثيرة في هذه المنطقة حيث سينتصر الرب يسوع في هذا المكان سمعنا تعليم عن كنيسة سمرنا كنا في إزمير في تركيا وفي أفاسوس لكن نختم هذا التعليم بجانب هذا الوادي العظيم لأنه كسف رؤية بيتحدث عن المجيء الثاني واجهوا اضطهاد لكن كلمة الرب لهذه الكنيسة كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة واضح أنه واجهوا اضطهاد من مجمع الشيطان يهود اللي بيقول عنهم الكتاب وهم ليسوا يهوداً لأنه اليهود الحقيقي هو يهود في الخفاء الذي يؤمن بيسوع المسيح تصور أنه كان الاضطهاد يجي من الخارج في آسيا الصغرى لكن الاضطهاد الأشر والأشد لما بيكون من الداخل لما بتحاول تتكلم كلمة الله لشعب المفروض والمفهوم أنه يفهموا كلمة الله لكن بثيروا اضطهاد الشرس ضد المؤمنين وطبعاً الناس استشهدت من أجل رسالة الرب بيتكلم عن شهيدة أنتيباس وشهداء آخرين اللي حدثت في آسيا الصغرى لكن اخترت هذا المكان لأنه محرقة حادثة بينكم كأنه أصابكم أمر غريب كأنه إذا صار في اضطهاد أو أمور صعبة أو ظروف صعبة ضدك كأنه الأمر غريب فالرسالة المسيحية فيها مواجهة وفيها اضطهاد ليس طريق مفروش في الورود يسميه الكتاب مجمع الشيطان المجمع يعني المفروض يكون مكان الصلاة مكان العبادة مكان التركيز على حضور الله لكن أصبح مكان ليثيروا فيه الفتن ويثيروا فيه البدع والتعليم الكاذبة ويثيروا فيه أيضاً الاضطهاد ضد أولاد الرب وضد كنيسة الرب لكن الرب يعلمنا أنه نصبر كانت كنيسة متألمة كنيسة فقيرة لكنها غنية في الرب وتحتمل التجربة وبشدد الرب أنه رح يكون معنا ورح يساعدنا إلى آخر الأيام يمكن اليوم أنت بتواجه ظروف معينة اضطهاد معين في بلد صعب أنت مؤمن بيسوع المسيح وهل تعلن إيمانك؟ طبعاً كل الفكرة في السفر هي أن الناس استحت وخجلت أنه تعلن إيمانها في يسوع المسيح أدعوك أنك لا تخجل ما تستحي أنك تعلن إيمانك في الرب يسوع المسيح اعلن إيمانك افتخر بالرب يسوع المسيح حتى لو سبب لك اضطهاد والاضطهاد جزء من الرسال المسيحية أنا بصلي اليوم أنك تحط ثقتك في الرب يسوع لأن أنا في منطقة التاريخ بصير إلى النهاية والنبوات عمل بالتم فهل أنت مستعد للقاء المسيح؟ إذا عندك أي سؤال اتواصل معنا إلى الرقاء والرب يبركك كنيسة متألمة كنيسة فقيرة لكنها غنية في الرب وتحتمل التجربة وبشدد الرب أنه رح يكون معنا ورح يساعدنا إلى آخر الأيام يمكن اليوم أنت بتواجه ظروف معينة اضطهاد معين في بلد صعب أنت مؤمن بيسوع المسيح وهل تعلن إيمانك؟ طبعاً كل الفكرة في السفر هي أن الناس استحت وخجلت أن تعلن إيمانها في يسوع المسيح أدعوك أنك لا تخجل ما تستحي أنك تعلن إيمانك في الرب يسوع المسيح اعلن إيمانك افتخر بالرب يسوع المسيح حتى لو سبب لك اضطهاد والاضطهاد جزء من الرسال المسيحية أنا بصلي اليوم أنك تحط ثقتك في الرب يسوع لأن أنا في منطقة التاريخ بسير إلى النهاية والنبوات عمل بالتم فهل أنت مستعد للقاء المسيح؟ إذا عندك أي سؤال اتواصل معنا إلى الرقاء والرب يباركك في الحلقة القادمة سنذهب إلى مدينة برغاموس القديمة لنتعرف على رسالة الرب لكنيسة برغاموس في سفر الرؤية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر